بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة الدكتور أحمد سابت والأستاذ عبد الحكيم أبو علم وتحليلات فنية عن مباراة الأهلي والاتحاد السكنداري أيضاً حديث أكيد إن شاء الله يكون حديث مميز عن النادي الأهلي وارطبطاته خلال المرحلة القادمة بداية من مواجهة بلدية المحلة يوم السبت المقبل زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أنا شخصياً لن يكون هناك كلام إلا بعد نهاية عن النهاء الإفريقي أمام الترجي إلا إن شاء الله بعد نهاية مباراة يوم السبت هتقول لي ليه أسلام أنت بتقول هذا الكلام هقول لك لأنه هذه هي دائماً ما تكون النادي الأهلي بيمشي بهذه الطريقة دائماً يعني إيه يعني أنا في بداية الكلام أو في بداية الإسبوع قبل أولى المباراة أمام النادي الإسماعيلي قلت لحضراتكم عندنا أربع مباراة هناخد الأربع مباراة باكتج واحد أو كلهم زي مع بعض كده وبعد كده هنحطهم على جنب وهننتظر ما سيحدث إن شاء الله علشان بعد كده ننظر والنادي الأهلي يبدأ استعداداته الحقيقية والكبيرة جداً للمباراة النهاية دي كانت أهم حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم في هذا الأمر إن إحنا أنا بشكر كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة شكراً جزيلاً لحضراتكم أي حاجة بتتعمل فهي بتتعمل عشان خاطر جمهور النادي الأهلي أي حاجة بتتعمل في النادي في القناة في المركز الإعلامي هنا 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 فكل الأماكن بتشتغل عشان حاجة واحدة فقط وهي كيفية إسعاد جمهور النادي الأهلي والحقيقة ابتداء من مباراة الإسماعيلي أنا تكلمت مع حضراتكم وقلت إن إحنا جماعة خلال هذه الفترة مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف حنفضل وقفين ورا فريقنا حنساند وندعم فريقنا نادي الزمالك اتغلب من سموحة في الدوري وجمهوره بيقوله الكنفدرالية نفسهم ياخدوا البطولة الكنفدرالية لكن إحنا الحقيقة يعني خلال الثلاث مباريات السابقة جمهورك واقف في ظهرك في كل مباراة دايما جمهورك هو الأساس في كل شيء علشان كده النهاردة بعد نهاية الثلاث مباريات دول وأنا بنتظر أكتر وأكتر إن شاء الله بعد مباراة بلدية المحلة اللي هتكون مباراة صعبة لو تفتكروا الكلام اللي أنا تكلمت فيه مع حضراتكم خلال الإسبوع أو العشر طيام اللي فاتوا منذ من يوم واحد مايو وحتى الآن قلت لحضراتكم إن إحنا سنساند وسندعم مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف خلال هذه الفترة الحمد لله ربنا كرمنا بجهاز فني على أعلى مستوى بجهاز أو بمجموعة من اللاعبين على أعلى أعلى مستوى اللي يلعب يلعب أنا ما عنديش مشكلة في أي حاجة بتحصل ومعنديش مشكلة في أي أسم بيلعب داخل النادي الأهلي كلهم أسماء كبيرة وزي ما حضراتكم شايفين في الثلاث مباريات إسلام بيلعب محمد بيلعب علي بيلعب حسين بأي حد بيلعب الحمد لله والشكر لله الأمور تسير بشكل جيد واللي جوه زي اللي برة واللي برة زي اللي جوه والشناوي ما عندوش مشكلة مع أنه هو يقعد احتياطي مع شبير كلام اللي أنا بقوله ده على مسئوليتي الشخصية كابتن محمد الشناوي واحد من أخلص وأهم وأفضل لعبت النادي الأهلي خلال العشر سنين الأخيرة كابتن الشناوي قدام عيني قدام عيني الشناوي كان بيقعد مع لعبته يتكلم معهم في أنه قرار الجهاز الفني يجب أن يتم احترامه محمد الشناوي اللي الناس بتقول عليه دلوقتي أنه هو مش عايز يقعد احتياطي أنا بتكلم بمنتهى الصراحة ههو بتكلم بمنتهى الصراحة هذا الكلام يا جماعة للمرة المليون هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام عاري تماما من الصحة الشناوي أو إحنا عندنا مدير فني حيشوف متى يكون الشناوي من وجهة نظر المدير فني مش من وجهة نظر الشناوي ولا من وجهة نظر شبير ولا من وجهة نظر إسلام ولا من وجهة نظر الجهاز أنا أسف الجماهير لا 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 من وجهة نظر الجهاز الفني ومرسيل كولر المدير الفني هو من يختار التوقيت اللي حيبقى فيه الشناوي موجود وعلى الجميع وعلى الجميع أن يتقبل هذا الأمر وده اللي حيحصل بالمناسبة إمتى الشناوي حيلعب؟ إمتى الشناوي حيقعد؟ إمتى الشناوي حيرجع تاني؟ ده اللي حيبان خلال الأيام القادمة محدش يخش في المنطقة دي المنطقة دي محمد الشناوي نجم كبير كابتن النادي الأهلي وعارف كويس قوي هو بيعمل إيه؟ أفشة زي ما حضراتكم شفته قلته خناقة وقلته كذا وقلته كذا وأنا قلت ما قلتش إن ما فيش ولكن بتحصل في أندية العالم كلها من كام يوم منشستر سيتي كان بيلعب وهالند جاب تلات جوان وهو طالع تكلمه مع بعض هو وجواريديولا بطريقة قدام العالم كله محمد صلاح ويورجان كلوب المباراة اللي بعدها بيلعب ملهاش علاقة ملهاش مفيش لعيب كورة كويس في العالم يستحمل إن هو يقعد احتياطي هتلاقي بيفرق عمال يفرق بيفرق في التمرين بيفرق في كل مكان عايز أقول لحضراتكم واتكلم عن أفشة تحديدا أفشة بيجي قبل التمرين بساعتين ثلاثة وبيمشي بعد التمرين بساعتين ثلاثة وبيموت نفسه في التمرين زيه زي بقية لعبة النادي الأهلي كلهم مفيش والله أنا الكلام ده أنا شاهد عيان على هذا الأمر الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده بيحصل يوميا في النادي الأهلي من تاني بيقوله عليه حاجة كلام كتير جدا في هذا الأمر وأنا حبيت إن أبدأ الكلام على طول ومباشرة علشان أقول لحضراتكم إن كل الكلام اللي بيتقال هو كلام ليس صحيح خصوصا فيما يخص كابتن محمد الشناوي ألاقي فيديو جايلي لكابتن متحة شلبي وهو بيتكلم عن هذا الأمر ألاقي فيديو آخر جايلي وفلاني الفلاني وهو بيتكلم إن يقولك يا جماعة خدوها على مسؤوليتي الشخصية هم بيقولوا كده والله خدوها على مسؤوليتي الشخصية يعني أنا اسميها التحدي يقولك إيه أنا كنت مدرب 12 سنة لفريق درجة تانية وعارف أنا بقولكو إيه تخيل تخيل حضرتك إن ده بيتقال فاللي عايز أقوله لحضراتكم والله يا جماعة ما هي إلا مجرد كلمات بتتقال علشان الناس تبتلي تسخن هنا وتتكلم عن ده أصدر بيقول ده بيعيد ده بيزيد ده بيعمل ده وخد من الكلام ده كتير خد من الكلام ده كتير خلال الفترة اللي فاتت ولكن الحمد لله والشكر لله الأمور تسير بشكل جيد كل حاجة حلوة هناك بعض المشاكل ما حدش يقدر يقول إن ما فيش مشاكل في أي فريق في العالم بالمناسبة لو أنا قلت كده يبقى أنا كداب فيش فريق في العالم ما فيش مشاكل ولكن كيفية إدارة المشاكل داخل الفريق من خلال مدير كورة محترم مع مدير فني محترم مع مجموعة لعبين عارفين كويس جدا 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 مقدار واسم النادي الأهلي عارفين إن ورهم 70-80 مليون أهلاوي بيحبوهم ووقفين في ظهرهم فهنا المنظومة كلها بيقودها مشرف على الكورة كان أسطورة من أساطير كرة القدم في الملعب وخارج الملعب هنا الأسطورة أو أو هنا المنظومة كلها بتكتمل جمهور على أعلى مستوى إدارة على أعلى مستوى جهاز فني لاعبين فكله بيمسك في بعضه الحمد لله ربنا بيكرم والدنيا تبقى زي الفل فمش عايز حضراتكم تروحوا للناس اللي بتتكلم معاكم في هذا الأمر الشناوي كويس إن شاء الله يكون قريبا في الملعب زي ما حضراتكم حابين تشوفوه مش هقولكم الكلام ده على مسؤوليتي ولا حاجة ولكن أنا بقول لحضراتكم كلام أنا صادق في الكلام اللي أنا بقوله أنا صادق في الكلام اللي أنا بقوله وعرف أنا بقول لحضراتكم إيه ولما قريب جدا تشوفوا اللي أنا بقوله ده هتقول الله طب ما هو كابت الإسلام أو إسلام كان عنده صح كان عنده حق ده بالنسبة للشناوي وبالنسبة للأفشة وأي حد تاني صدقوني كل لعبت النادي الأهلي ينتظروا إن شاء الله يعدوا يوم ماتش البلدية وبعد كده ننظر إلى ما هو قادم المباراتين النهائيتين